الآن أتابعوا إياكم ناشطاً عراقياً سجل مقطعاً من إحدى مستشفيات الهند التي تعجب المرضى العراقيين ويتساءل هذا الشاب مصور الفيديو يتساءل عن إهمال الحكومة الحالية للاستثمار في بناء المستشفيات وأنها تتعمد تدمير القطاع الصحي الأمر الذي يدفع المواطنين إلى السفر للخارج بحثاً عن العلاج الأفضل إحنا ليش ما نقدر نبنينا مستشفى مثل هاي المستشفى؟ إذا ما كانت أهلية كان قطاع مشترك بين الحكومة وبين أحد التجار أحد المستثمرين ونبنينا ليش قاعد يجون العراقيين؟ تدرون العراقيين أهل البصرة خليني نتكلم أهل البصرة قاعد يجون بهذا المكان سفر وتعب وفلوز قاعد ينزب أهل البصرة يدبون تقريباً أقل شيء يدبون مليون دولار أسبوعياً الطيارات تنقل وتجيب هنانا ليش؟ لأن عندنا إدارات فاسدة وعدنا مستشفيات بائسة وعدنا أطباء مع احترامي الأطباء الشرفاء بعض الأطباء التجار سماسرة قاعد يساولهم عمليات وتفشل ويجبونهم هنانا وقاعد يجون العراقيين هنا يعالجون أهل البصرة مليون دولار تقريباً أسبوعياً قاعد يدبون المرضى هنا بالمستشفيات بالهند تعب وسفر وإرهاق ومراجعات وإرسال ليش؟ ليش؟ خب أساول المستشفى كوبي بست نفس المستشفى هاي المستشفى أجيبها أجبل البصرة وأجيب كوادر هندية وانتهى الموضوع ليش هاي الأموال العراقية قاعد تجي هنانا؟ وليش المرضى العراقين قاعد يجون هنا؟ ظلوا على مستشفياتكم التعبانة الفاشلة ظلوا على التعليمي وظلوا على الفيحاء وظلوا على الجمهوري هاي بقت وسوينا مستشفيات ما الأوادم ثانية بفلوس العراقين مثل ما قاعد يجون هنانا الأطباء الهنديين جبوا هناك وسوي لكم مستشفى مثل هاي المستشفى طوابقها والله كأنها منتجع سياحي ولا كأنها مستشفى منتجع سياحي هسا أنا قاعدة أفتر وشفتوا هواي عراقيين هنانا والله العظيم أكو بعضهم حتى فلوسهم خلصت فلوسهم خلصت بهاي يعني يعني هو جاي بفلوس على قد العملية لكن المريض مالي ظل بالأنعاش وتتراكم عليه فلوس لازم يدفع يمحقوله مو إحنا عدنا نفوض و عدنا خير و عدنا كل شي بس إحنا محتاجين إلى ناس شرفاء يبنونها مستشفى على حساب الحكومة المحلية المركزية بل من فلوس المرضى الموجودين أهل البصرة